الحصاد من قناة الفلوجة طابة أوقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوجة معكم عبد الرحمن النجار وسؤدى الطارق أهلا بكم نبدأ هذه النشرة بأهم ما فيها ميقاتي ووزراءه في بغداد المباحثات مع السوداني تجاوزت صراع المنطقة والنفط بيروت تريد مدنا صناعيا بعد عشرين عاماً العراق يعود ممراً للكهرباء من الخليج إلى أوروبا بالربط مع تركيا برقام قياسية السنابل الذهبية تملأ صوامع البلاد وتزيد والتجارة تدرس تصدير الفائض إلى الجيرا ضحايا تشرين فوق ما أعلنته السلطات المرصد العراقي يقدم بنكاً للحقائق بالأرقام ويوثق شهاداتاً خاصة 43 مليار دينار غرامات بنوك وصيرفات والمحرومون من الدولار ينتظرون حلول المركز مرحباً بكم من جديد وإلى التفاصيل إذ قال رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي الذي يعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة من الكيان الإسرائيلي هو انتصار للقضية الفلسطينية ولشعبها الصامد إذن حيث أضاف الخنجر في تدوينة له على منصة أكس أن إكمال المسار القانون الأممي لإلزام الكيان الغاصب بإيقاف العدوان على غزة وإنهاء مظاهر احتلال المدن والبلدات الفلسطينية كافة يتطلب استخدام القوانين والقرارات الدولية كافة نحو تحقيق السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين مشددا على إلزام الدول العربية والإسلامية بإيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني دعما لتلك القرارات العادلة إلى ذلك شدد رئيس الوزراء محمد الشعاع السوداني على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين وبدل الجهود للحؤول دون اتساع الصراع إقليميا وسقوط مزيدا من الضحايا كده السوداني خلال استقباله نظره اللبناني نجيب ميقاتي في بغداد أن مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة من جانبه ثمن ميقاتي خطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع بلاده وجهود التقارب والاستقرار إقليميا ودوليا هذا وأكد الجانبان العمل على أنجاز معادلات الشهادات للطلاب العراقيين في لبنان ونقشا الاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان في غضون ذلك بحث رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية أن العالم يشهد متغيرات وأحداث متسارعة تتطلب إيجاد صيغة من التعاون المشترك بين جميع دول المنطقة لمواجهة تلك التحديات من جانبه ثمن ميقاتي موقف العراقي خلال مؤتمر القمة الأخير في البحرين الداعم للبنان موضحا أن ما يربط البلدين أكثر مما يربط لبنان بأي دولة أخرى في ملف الطاقة أكد رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني أن الربط العراقي التركي يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبليا بينما أشار إلى موعد إنجاز الربط الكهرباء الخليجي السوداني أشار خلال استتاح مشروع خط الربط الكهربائي العراقي التركي إلى أهمية ربط يبتد إلى الشبكة التركية ومنها إلى الجانب الأوروبي وهو ما يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبلا ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوال مبينا أن المشروع تمهيد للربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الأقليمية بما يسمح بالتنوع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمل الكهربائية من جانبه قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل خلال الافتتاح إن المشروع يغذي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بثلاثمائة ميجاوات هذا واحد من مشاريع الاستراتيجية التي دولتكم تبنيتها بتفعيل الربط مع دول الجوال وإن شاء الله اليوم تشرف حضرتك مباشر على تشغيل هذا الخط وتغذية المنطقة الشمالية وبالتالي تغذية المنطقة الوسطى بثلاثمائة ميجاوات وهذا واحد من المشاريع المهمة والاستراتيجية التي دولتك ركز عليها وأكملنا كوزارة كل المتطلبات الربط من إنشاء محطة 400 إنشاء خطوط 132 استخدمنا تقنية الأسلاك الحرارية بهذا المشروع قيمة هذا المشروع وأهميته أنه كان متوقف منذ عام 2004 وهو كان مخطط له منذ التسعينات اليوم أنجز بهمة العراقيين الفنيين الأخوة العزاء بعمل متواصل بمحطات تانوية وخطوط وتفاهمات وتنسيق مع وزارة الطاقة التركية أيضا قيمة هذا المشروع أنه لأول مرة يكون عندنا ربط دولي مع جارة تركيا ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي وهذا عامل مهم وستراتيجي للطاقة على المستوى المستقبلي من جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن المشروع الرابط بين العراق وتركيا ظل متلكئا لعشرين عاما وجرى التخطيط والتصميم على إنجازه ليدخل العمل هذه السنة مع ذروة الأحمال الصيفية قد موسى نتركيا مرتبطة بشبكات النقل الأوروبية ومن خلال الربط العراقي التركي سيتاح للعراق الربطي مع أوروبا وتبادل المنفعة من خلال موقع البلد مضيفا أن المشروع خطوة مهمة للحكومة ووزارة الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة بالتنسيق مع الربط الكهربائي مع الأردن الذي دخل العمل في المرحلة الأولى لمناقشة ملاف الكهرباء ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز العراق للطاقة الدكتور فورات الموسوي مرحبا بحضرتك الدكتور فورات بداية برأيك ما هي فرص نجاح الربط الكهربائي للعراق مع تركيا نعم مساء الخير عليكم جميعا السادة ومشاهديكم الكرام حقيقة هذا الربط الكهربائي يعتبر أحد الحلول لتنويع مصادر الطاقة نتيجة تردي وضع الطاقة الكهربائية العراق أو الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء حاولت تضع استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة التي هي من ضمنها الربط الكهربائي الربط الكهربائي مع التركيا مع الأسف الشديد كان متأخر لمدة تجاوزة العشرين عام مدة طويلة جدا هذا الربط إذا ننظر إحنا إلى كميتة الآنية الآن في المرحلة الأولى 300 ميجاوات اللي راح يوزع على ثلاث محافظات هي نينوى صلاح الدين كاركوك هي تعتبر كمية قليلة جدا نتيجة الفجوة الموجودة الكبيرة جدا بين الانتاج والحاجة الفعلية الانتاج الآن 27 ألف ميجا بينما الحاجة الفعلية 48 ألف ميجا يعني أن هناك أكثر من 20 ألف ميجاوات هي الفجوة الحاجة الفعلية إذا تنظر أنت مقارنة مع هذا الرقم يطلع رقم قليل جدا ولكن هذه من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية يعني هذا ما معول الآن عليه بالفترة الحالية هو يسد ثغرات مشاكل الكهرباء وإنما العراق يريد من خلال هذه المشاريع أن يكون ممر للطاقة ممر للطاقة سواء مع الربط الخليجي أو مع تركيا ثم إلى أوروبا هذا من شأنه أن يعني يوفر فرص عديدة باستقرارية الطاقة ومشاريع الطاقة المستقبلية كون العراق يكون ممر للطاقة هو هذا الهدف حالية فهناك الكثير من الشك يحوم حول المشاريع المستقبلية من باب أولى ما هي نسبة التأكد والضمان لا نريد أن نقول اليقين في مشروع كهذا تعرف جنابك الربط الخليجي والربط الأردني تعثر رغم أن بعض البيانات الحكومية متفائلة لكن على أرض الواقع هو متعثر بالتالي هل سيتعثر هذا أيضا حسب مؤشرات الواقع لديك؟ حسب مؤشرات الواقع يعني العراق الآن يمر بأزمة حقيقة أزمة حادة أزمة طاقة أزمة كبيرة جدا في تجهيز الكهرباء تحاول الحكومة تحاول وزارة الكهرباء تحديدا إيجاد منافذ لتخفيف هذه الأزمة واحد من هذه المنافذ أو الحلول هو الربط الكهربائي هناك غضب شعبي غضب جماهيري بات موضوع الكهرباء يهدد السلم الأهلي فلهذا تحاول إيجاد حلول وإن كانت متأخرة مثل ما حضرتك قلت يعني الربط الأردني لحد الآن يمر بثلاثة مراحل يصل إلى 500 ميجاوات بينما الآن هو الفعليا 40 ميجاوات وهذا رقم لا يكفي لمنطقة صغيرة جدا حتى من المعيب أن واحد يتكلم به يعني رقم لا يساوي ولهذا ينتظرنا العديد من المشاريع المتعثرة على ما يبدو من وجهة نظر الكثير من الاقتصاديين والخبراء في مجال الطاقة لكن أريد أن أسألك بحكم اختصاصك دكتور سؤال آخر هل تؤمن بإمكانية تنويع العراق لمصادر طاقته وهذا الكلام الذي يروج من قبل الحكومة طبعا بوقت قياسي هل تؤمن بذلك أن العراق سوف ينجح بوقت قياسي في تنويع مصادر الطاقة أم ما يزال أمامه الكثير من الوقت طبعا هناك كثير من العقبات كثير من البيروقراطية كثير من سوء الإدارة سوء الاستراتيجية الآن ما تحقق أنا أتكلم عن ما تحقق على أرض الواقع فقط الفرصة الاستثمارية التي وقعها العراق مع الشركة توتال لإنشاء ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية هذه الآن الفرصة المؤكدة الوحيدة الموجودة السنة القادمة ستبدأ تنتج أول 250 ميجاوات سوف تذهب إلى منظومة الطاقة الكهربائية هناك مشاريع عدة ولكن على أرض الواقع هذا المشروع الآن الحالي والوحيد بتوقيتات زمنية محددة أما بقية المشاريع ما زالت على الورق تنتظرها فرص ربما لا تقل عن ثلاث سنوات هي مشاريع الطاقة دائما تأخذ وقت ولكن البداية العراق حقيقة يعاني من مشكلة البداية مشكلة التوقيتات الزمنية المحددة فالمشروع الوحيد الآن الذي أصبح على أرض الواقع هو مشروع الطاقة الشمسية في شركة توتال هذا هو واحد من أهم مشاريع تنويع الطاقة أيضا هناك مشروع صغير جدا هو مشروع تدوير النفايات الآن في بغداد تم إرساء العقد على شركتين الآن سوف يبدأ الانتاج حقيقة بالإضافة إلى تحسين البيئة داخل بغداد سوف يضيف بحدود 90 ميجاواط إلى منظمة الطاقة الكهربائية في بغداد هذولا فقط المشروعين الآن المؤهلين أن يكون على أرض الواقع وتقدر أن تدقل عليهم تنويع مصادر الطاقة أما غيرها من مشاريع لحد الآن ما زالت على الوراق إذن لا جهود حقيقية حتى الآن توازي ما صرف على الطاقة بمقدار 80 مليار دولار وربما الأرقام التي تقول 100 مليار دولار أيضا تكون منطقية شكرا جزيلا إليك من بغداد كنت معنا رئيس مركز العلاق للطاقة دكتور فرات الموسعى في الشأن الزراعي أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة نجاح الموسم التسويق الحالي بينما أعلنت أن الكميات المسوقة من الحنطة للموسم الحالي بلغت أكثر من 6 ملايين طن وهي الأعلى بتاريخ البلاد على الإطلاق قال مدير الشركة حيدر نوري الجرعاوي إنه تم تسليم أكثر من 6 ملايين طن خلال ثلاثة أشهر فقط وهو ما لا يمكن لأي دولة في العالم أن يتسلم موظفها هذه الكمية خلال مدة زمنية قصيرة مؤكدا أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا بشكل كامل وخزينا ستراتيجيا لثلاثة أشهر إضافة إلى مليون ونصف المليون طن فائضة عن الحاجة مبينا أن هناك فكرة لتصدير الكميات الفائضة إلى دول الجوار يوم الشركة العام للتجارة الحبوب حقيقة محتفلة في الإنجاز الأول بالتاريخ باعتبار أنه اليوم حققنا 6 ملايين و302 ألف طن خلال هذا الموسم وهذه أول مرة كان الموسم الماضي هو الأكثر بالتاريخ اللي هو كان 5 ملايين و194 ألف طن هذا الموسم زاد مليون ومئة ألف طن مليون ومية وثمانية ألف طن زاد عن العام الماضي وهذه حقيقة يعني ما إجدتي بشكل سهل كان هناك حقيقة معاناة كان هناك عمل دقوب كان سهر للليالي موظفنا يشتغل 22 ساعة باليوم يعني ما ينام إلا ساعتين داخل السايله كان هناك توزيع المستحقات المالية بشكل مباشر أولاً بأول على الفلاحين أعطى للفلاح حافز كبير جداً في تسويق كافة كميات الحنطة إلى مخازم وزارة التجارة طبعاً إضافة إلى ذلك الجهود الكبيرة مقبل الموظفية الشركة العامة للتجارة الحبوب الذين عملوا الليل ومع النهار لاستلام كميات الحنطة من سيابية عالية من الفلاحين وهذا إنجاز تاريخي حقيقة لأول مرة يستلم العراق كمية بهذا الحجم من الفلاحين في الأنبار أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب أن المحافظة اكتفت ذاتياً من محصول الحنطة لهذا العام ونظم موظفوء الشركة وقفة للشكر إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة لمساهمتهم الفاعلة بإنجاح الموسم التسويقي ووصول الكميات لأول مرة في تاريخ المحافظة إلى أكثر من 450 ألف طن مؤكدين أن هذه الكمية جاءت بعد دعم الفلاحين وتسهيل عملية التسويق وتسليم المبالغ المالية أولاً بأول نشكر سيادة السيد دولة رئيس الوزراء السيد المهندس محمد الشياع السوداني لاعتبر المساعد الأول للفلاحين والشركة العامة لتجارة الحبوب وذلك نشكر السيد معالي وزير التجارة السيد أثير داود الأغريري الداعم الأول للشركة العامة لتجارة الحبوب ودعمه المستمر لتحقيق النجاح في تحقيق النجاح لموسم التسويق لأسنة 2024 والكميات المسوقة لهذا العام التي وصلت إلى أعلى عدد ممكن وهو 452 ألف طن ولا يتحقق هذا الكمية في السنوات الباقية نشكر دولة السيد الرئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني بتكثيف كافة الجهود للموظفي والشركة العامة لجارة الحبوب والحمد لله تم الاكتفاء الذاتي محصور الحنطة لعام 2023-2024 وتم تكثيف الجهود لموظفي الشركة العامة لجارة الحبوب بالعمل 24 ساعة لاسترام كافة الكميات من المسويقين والفلاحين في المثنى ثمنت الشركة العامة لتجارة الحبوب دورة وزارة التجارة في إنجاح موسم تسويق الحنطة معبرين عن أملهم في توسعة الطاقات الخزنية لأنها لا تتناسب مع الكميات المسوقة بداية نشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح هذا الموسم ونشكر السيد رئيس الوزراء على دعمه والسيد وزير وزير التجارة أثير الغراري ومدير عام تجارة الحبوب السيد حيدر القرحاوي على دعمهم ومواصلتهم ومتابعتهم لموضوع التسويق والتسويق السنة إن شاء الله موسم خير وبركة موسم خير والإبداع صارت كميات المسوقة 179 ألف طن عموم المحافظة والمبالغ المصروف للفلاحين 140 مليار ونشكر القوات الساندة الأمن الوطني الشرطة الرقابة بكل مفاصل المحافظة من المحافظة جود كافة المحافظة المعوقات حقيقة اللي نعانينا منها الحالية في هذه السنة هي الطاقات الخزنية الطاقات الخزنية يعني لا تتناسب مع كميات المسوقة أما الآن ينضم إلينا من بغداد العاصمة مدير شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة الدكتور حيدر نوري أهلا بكم دكتور حيدر دكتور حيدر ما أسباب نجاح الموسم التسويق الحالي لمحصول الحمطة نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة حققت شركة تجارة الحبوب والحكومة العراقية بشكل عام نجاح كبير هذا الموسم باعتباره أول موسم بالتاريخ نصل إلى 6 ملايين و302 ألف طن هذه الكمية لم نصلها بتاريخ العراق تقضي بأنه نصل إلى الموسم القادم وخزين ثلاثة أشهر إضافة إلى مليون ونصف طن من الحنطة فائضة عن الحاجة من الممكن أن نستغلها بعملية التصدير أو عملية بيع هذه الكميات إلى أصحاب المطاحن للطحين الصفر حقيقة نجاح كبير شكرنا بي اليوم كانت وقفة لجميع موظفين في جميع المحافظات بما فيها أقليم كردستان باعتبار أمس كان آخر يوم في أقليم كردستان تم استلام كميات الحنطة وأصبحنا ووصلنا إلى هذه الكمية واليوم حقيقة كنا مع موظفين شكرنا الله جل وعلا شكرنا الحكومة أيضا لوقوفها معانا دولة رئيس الوزراء كان موقف شجاع وقوي مع الفلاح ومع الشركة العامة لجارة الحبوب كان معالي وزير التجارة أولا بأول مع هذه الشركة لإنجاح هذا الموسم تنسيق كبير بين معالي الوزير والمحافظين في جميع المحافظات أيضا الشركة العامة لتجارة الحبوب كان أيضا تنسيق لها مع جميع المحافظين والمحافظات ونحمد الله وأشكره إلى ما وصلنا إليه هذا الموسم طيب دكتور حيدر بالنسبة للكميات المسوقة من محصول الحنطة بلغت أكثر من 6 ملايين طن وفرت خزين استراتيجي والحديث لكم لمدة ثلاثة أشهر ألا يمكن رفع الطاقة الخزنية بدل البحث عن تصدير الفائض نعم حقيقة ابتداءنا هذا الموسم رفعنا الطاقة الخزنية قبل بدايته وإلا ما من الممكن أن نصل على 6 ملايين و300 ألف في مخازننا بنينا أكثر من 27 بنكر في جميع المحافظات يعني في الأنبار بنينا في السماوة في ذي قهر وفي ميسان وفي كركوك وفي جميع المحافظات بنينا بناكر واستوعبنا هذه الكميات أيضا ما ظن باتجاه زيادة الطاقات الخزنية ببناء سايلوات في محافظات السماوة باعتبار أن هناك مشكلة بالخزن في الأنبار باعتبار ماكو سايلوبي في كركوك وفي واسط هذه المحافظات خلينا ضمن خطتنا نبني سايلوات 60 ألف طن سايلوات معدنية بإذن الله في الأيام القادمة سوف يبدأ هذا المشروع ابتداء من واسط وانتهاء في محافظة النجف بإذن الله طيب يعني إذن هل لنا أن نقول للمواطن بأي ضمأن بشأن الأمن الغذائي يعني تضمن وزارة الزراعة طبعا بالإضافة إلى الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة يعني ضمنت الأمن الغذائي للمواطن العراقي مئة بالمئة ضمن الأمن الغذائي للمواطن فيما يتعلق بمادة الحنطة يعني الطحين لمدة سنة وثلاثة أشهر إضافة إلى مليون وخمسمائة ألف طن قابل للتصدير هذه فائضة عن الحاجة بإذن الله خلال الفترة القادمة سيكون هناك لنا جدول لعملية التخلص منها باعتبار بيعها إلى الدول المجاورة الأخرى أو طحنها في موضوع الطحين الصفر بإذن الله كان موسم رائع كان يعني تخلل هذا الموسم تعب كبير بالنسبة للموظفين 24 ساعة جهود متواصلة في عملية الاستلام من الفلاح الفلاح كان فرحان هذا العام باعتبار أن كل هذه المحافظات استلمت المبالغ المالية طيب دكتور أولا بأول بإذن الله طيب يعني الموسم الحالي فاقت توقعات كما تفضلتم هناك أيضا مخاوف بأن يجهز الموسم المقبل على كل التوقعات ماذا في خطط وزارة التجارة الزراع الموارد المائية بشأن ذلك حقيقة خططنا إحنا كوزارة التجارة هي ابتداء موضوع المخازن يعني يجب أن نتوجه إلى مخازن وبناء المخازن من الآن إحنا توجهنا إلى بناء السايلوات ليس المخازن فقط وأيضا المخازن إضافة لذلك إحنا الشيء المهم أنه نجد وسيلة لبيع هذه الكميات الفائضة عن الحاجة هذا المهم باعتبار أنه كنا دولة مستوردة للقنع اليوم إحنا دولة مصدرة تعتبر للقنع حقيقة هذه الكميات الكبيرة حتى راح ألا تجد الحنطة العراقية لها سوقا في المنطقة خاصة أن الوزارة تحدثت عن تصدير محصول الحنطة الفائض من محصول الحنطة إلى جيرانه جيرانه إلى جيران العراق نعم هناك تنسيق مع الدول المجاورة وحقيقة بالدول المجاورة كثير منها يعني ما وصلت للاكتفاء الذاتي من الحنطة ومن الممكن أن يكون التنسيق في عملية بيع هذه الحنطة أو يعني مبادلة بالخدمات بإذن الله توضحت مدير شركة تجارة تألف بوب في وزارة التجارة دكتور حيدار نوري شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا المرصد العراقي لحقوق الإنسان يكشف عن أرقام وحقائق جديدة حول احتجاجات تشترين مستندا إلى لقاءات موثقة مع ذوي الضحايا تفاصيل أوفا في التقرير التالي لم تخرج احتجاجات تشترين من ذاكرة المهتمين بما حصل في تلك الأيام من عمليات قتل للمحتجين والأساليب المتبعة في التعامل مع التظاهرات المرصد العراقي لحقوق الإنسان وخلال عام كامل من البحث أعلن أرقاما وحقائق جديدة عن التظاهرات مستندا على لقاءات توثيقية مع ذوي الضحايا حقيقة الأرقام تضارب أنه بين السبعمية والثمانمية والسبعمية وخمسين لكن المرصد العراقي لحقوق الإنسان باعتباري أنا رئيس فريق الباحثين شخصنا وحددنا وأحصينا 624 شهيد في تشرين شهادة موثقة بشهادات وفاة تتنوع هذه شهادات الوفاة بين القنص والطلق الناري والدخانيات وعمليات الاغتيال قابلنا منهم قرابة 300 شخص مقابلة أما مقابلة حية وأما مقابلة عن طريق الهاتف حصلنا من عندهم على أوليات رسمية فهذه الأرقام هي التي حصل عليها المرصد العراقي على مدار سنة تلك المعلومات تمثل بنقا للبيانات الملموسة لتدعيم التحقيقات بما حصل في احتجاجات تشرين وممكن أن تكون مستندا يدعم الوقوف أمام القضاء في الكشف عن قتلة المحتجين واستحصال حقوقهم التقرير كان مفصل بحالات الضحايا وموثق راح يشكل أساس لمحاكمة عادلة وأساس لمطالبتنا بأنه عادة التحقيق في مفاصل معينة تحقيق الحكومة الموجود بالتالي هذا الجهد مهم ونتمنى بأنه أيضا يشمل الفئات الأخرى بإحصاء حالات المبعدين قسريين شهود عيان في ذلك التاريخ علقوا على الإحصائيات وطريقة التعاطي معها هم يتخوفون من محاولة تمس الحقائقي وتسويفها لدوافع سياسية هناك تعمد هناك لا مبالاة هناك محاولة وطمر الحقيقة التشرين والأحداث التشرين والجرائم اللي قامت بها السلطة في أيام التشرين بالتالي هذا الشيء متعمد بشكل رئيسي وأساسي ونحن على علم بأنه هو شكل متعمد ونحن نرى الإجراءات الاحترازية للسلطة اليوم وتشير مراكز حقوقية إلى أن عددا ليس بالقليل من الشباب المحتجين ما يزالون في عداد المغيبين قسرا ولم تتمكن جهود التحقيقات من التوصل إلى خيوط لمعرفة مصيرهم لغاية الآن على الحديد قناة الفلوجة بغداد لمناقشة التقرير الخاص بضحايا تشرين ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم حركة نازل أخذ حقي خالد وليد مرحبا بك سيد خالد رأيتم هذه الأرقام التي تم الحديث عنها في هذا التقرير الذي عرضناه قبل قليل يعني التوثق من هكذا معلومات تطرح بشكل وثائقي والوصول إلى ذو الضحايا وبعض الضحايا المعاقيم هل تثقون به؟ وهل لديكم أنتم في نازل أخذ حقي أرقام تخصكم؟ تحية طيبة لحضرتك تحية طيبة لمشاهدي قناتكم الكريمة يعني بصراحة الحديث عن تشرين وشهداء تشرين ومغيبيها ومن أصيبوا خلال هذه الثورة العظيمة هو حديث طويل مليء بالتفاصيل الكثير ولكن إذا ما تحدثنا في قصة وجود قاعدة بيانات وغيرها من هذه التفاصيل كثير من المنظمات والفعاليات السياسية والاجتماعية عملت منذ فترة ليست بالقصيرة على أن تكون هنا قاعدة بيانات وغيرها من التفاصيل المشكلة هي في عدم تعاطي السلطة والأجهزة ذات العلاقة مع هذا الموضوع بشكل فاعل نحن اليوم نبحث عن من سفك دماء هؤلاء الشباب عن من أباح قتلهم في ساحات الاحتجاج وما بعد الاحتجاج الموضوع اليوم لا يتعلق فقط بالشباب اللي كانوا محتجين عمليات التصفيات والاختيال امتدت لفترات طويلة ما بعد انتهاء الاحتجاجات والثورة في عينها هناك ضغوطات هناك ترهيب هناك احتقالات هناك اختيالات مورست في عدد من المناطق السكنية في بغداد والمحافظات اتجاه ناشطين وشباب محتجين هذه القصة يراد من خلالها انهاء الامل باحداث تغيير واضح وان لا يكشف ما حصل في تلك الفترة اذا الحكومات تتعمد برأيك الحكومات المتعاقبة منذ الكاظمي وحتى هذه اللحظة تتعمد اخفاء ملامح ما تعرض له الكثيرين خشة من احداث تغيير يعني ما يحصل نعم خشة من فضيحة يعني اليوم طبعا طبعا يعني الحديث كان واضح في الحكومات السابقة كان هناك وزير دفاع تحدث عن وجود طرف ثالث وهذا ما يؤكد وجود جهات مسلحة هي من كانت وراء عمليات البطش والانتقام وتصفية الشباب وايضا حكومة السيد الكاظمي لم نرى منها تفاعلا واضحا في هذه القصة كانت فقط خطابات اعلامية في الاعلام حكومة السيد السوداني اليوم ايضا قبل فترة ليست بالقصيرة تحدث عن وجود لجنة تقصي حقائق وهناك نتائج ستظهر وتظهر وتظهر وكنا نتأمل ونترقب أن يتم القصاص ممن قتل اخوتنا في ساحات الاحتجاج للأسف النكبة الكبيرة هو بفشل من مثل الاحتجاج داخل القبة التشريعية للبرلمان من نواب محتجين أو مستقلين لم يستطعوا حتى اللحظة أن يكونوا كتلة نيابية ضغطة من أجل تحقيق حقوق هؤلاء المغيبين أو الشهداء وحتى جبر ضرر عوائلهم الاكتفاء بالخطابات وتوجيه التخوين لهذه الجهة أو لهذا الفصيل والحديث بقصة السلاح المنفلت هذا ممكن يصدر من جهات سياسية خارج قبة البرلمان أو الحكومة لا أن يصدر من نواب هم فاعلين داخل قبة البرلمان وعليهم أن يكونوا على قدر المسئولية وعلى قدر الأصوات التي منحت لهم من شباب الاحتجاج من أجل الدفاع عنهم وحماية أمنهم وأرواحهم وهي لم تفعل ذلك الحكومات المتعاقبة حتى حدث ببعض المتعرضين لهذه الضغوطات ذهب خارج العراق وأصبحوا نشطاء ناقمين بعضهم معرض للإعاقة بشكل دائم لم تعوضه الحكومة فما الذي تنتظر الحكومة أن يقول على مواقع التواصل يعني يبدو أن الحكومة يعني بالتأكيد الحكومات المتعاقبة ما زالت عاجزة أمام هذا الملف هذا الملف إذا ما فتح وكشفت التفاصيل بشكل دقيق من الممكن أن تسقط فيه الكثير من الجهات ومن الممكن أن تتعرض الكثير من الشخصيات المسائلة نحن نتع... يعني نعم وأنا أتحدث اليوم في قصة أنه إحنا علينا أن نعرف ما هي هذا السلاح المنفلت الذي نال من شباب الاحتجاج ومن شباب ثورة تشرين العظيمة هذا السلاح الذي تحرك خارج إطار القائد العام للقوات المسلحة بتوجيه من زعامة سياسية أو زعامة تدعي إنها دينية في محاولة للسيطرة على الأوضاع في حينها بحجة إن هؤلاء الشباب هم جوكرية وأبناء سفارات وخونا وكل هذه التفاصيل لمحاولة شيطنة هؤلاء الشباب الذين لم يكن لهم سوى شعار واحد نريد وطن ونبحث عن وطن وما زالت الشيطنة حتى اللحظة حاضرة حتى في قضية الاحتجاجات المطلبية التي في بغداد المحافظات ذات الأصوات النشاز التي كانت تخون الشباب في ثورة تشرين تعود اليوم لتخوين أي مواطن عراقي يبحث عن حقه في هذا الوطن طيب هناك بيانات حكومية أيضا وإحصاءات خاصة بها عن ضحايا تشرين لكن ما الفائدة أن تستعرض بعض الحكومات ضحايا تشرين من دون أن تكشف المسبب الحقيقي المتسبب بعمليات القتل والاغتيال والملاحقة ما الفائدة؟ لماذا أعرض؟ هل أنا قناة إخبارية فقط للعرض؟ بالتأكيد نعم بالتأكيد نحن لا نبحث عن إحصاءات وقاعدة بيانات فقط من أجهزة الدولة نحن نبحث عن فتح ملفات تحقيق كاملة عن بيان الجهات والشخصيات المتورطة عن تقديمها للعدالة على كيف نتحدث بها نتحدث بهذه الأسلوب البسيط أكو قلوب أمهات مفجوعة تبحث عن القصاص من قتلة أولادها قتل الشباب في ساحة التحرير وفي الكثير من الساحات بدم بارد بعنوان الخيانة للوطن ظلما وزورا وبهتانا هذا اليوم يجب أن يتغير عملية تسليط الضوء على هذا الملف مهم جدا وأعتقد الكثير من الفعاليات السياسية والاجتماعية وأيضا حتى من الشباب والناشطين سيكونون ضغطين في هذه القصة وعملية فتح الملف بكل تفاصيلة رح يكون في النهاية طريق لإسقاط الكثير من الزعامات والجهات والشخصيات التي كانت سببا مباشرا وغير مباشرا في قتل الشباب في تشريم شكرا جزيلا إليك كنت معنا من بغداد المتحدث باسم حركة نازل أخذ حقي خالد وليد الأخبار مستمرة ماليا فرض البنك المركزي العراقي عقوبات مالية على مصارف وشركات صرافة بلغت أكثر من 43 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الماضية وبين البنك المركزي أن الغرامات شملت أيضا أكثر من 100 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال ولم يكشف البنك عن أسباب أو أسماء المصارف التي فرضت بحقها الغرامات والعقوبات الإدارية هذا ويبقى مستقبل المصارف المحرومة من الدولار مبهم وسط غياب رؤية واضحة من الحكومة والبنك المركزي لإعادة تلك المصارف للتعامل بالدولار أو تقديم حلولا بديلة تخرجها من أزمتها في قلب الحي المالي الصاخب تعيش المصارف المحرومة في ضباب من عدم اليقين الحكومة والبنك المركزي لم يقدم رؤية واضحة لإعادة هذه المصارف للتعامل بالدولار أو تقديم حلول بديلة ما يزيد من قلق العملاء ورجال الأعمال سياسة البنك المركزي سياسة متخبطة وغير صحيحة ومبيعات البنك المركزي عادت كما كانت سابقا بمبالغ كبيرة وطائلة أكثر من 250 مليون دولار باليوم فوجود مصارف وجود سماسرة وجود دكاكين وجود أحزاب وجود هاي لعل هذا يؤثر على قرار البنك المركزي ولذلك هذه المشكلة لم تعالج البنك المركزي وعد بدمج المصارف وإنشاء مؤسسات مالية جديدة لكن هذه الوعود لم تتحقق مما أدى إلى خيبة أمل عميقة وفقدان الثقة تحتاج المصارف المحرومة إلى إجراءات حاسمة لاستعالة استقرارها مع مطالبات مستمرة بضرورة أن تكون هناك مراقبة وضوابط عادلة يعني هو حقيقة موضوع وضع ضوابط عادلة لك جميع ومراقبة أداء المصارف من قبل البنك المركزي هو الحل الحقيقي على التبار أنه هو الراعي الرسمي والأبل الأكبر لكل هاي المصارف ترك المصارف بتعاملات خارج الضوابط يضع البلد في حرج على التبار أنه هذا تعتبر منافذ لاستيراد الدولار وإيقافها معناة هيقل من هذا المنافذ وبالتالي تكون هناك شح لذلك يجب أن تكون هناك ضوابط ومتابعة حقيقية وتقيم لإعداء المؤسسات المصرفية الأهلية حتى تكون جاهزة لاستيراد الدولار وبالتالي توفرها للمواطن بشكل مباشر الدعوة لتشكيل لجنة تضم المنك المركزي والحكومة والمصارف المحرومة للحوار المباشر مع الخزانة الأمريكية لم تلقى استجابة هذا الغياب يترك المصارف المحرومة في موقف حرج مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري لحل الأزمة من بغداد علي عبد الكريم قناة الفلوجة محليا دعت هيئة الإعلام والاتصالات جميع الجهات الإعلامية العاملة في العراق إلى تسجيل وكالاتهم ومواقعهم الإلكترونية بصورة رسمية لدى الهيئة الهيئة وحسب كتاب صادر أكدت أن ذلك الإجراء جاء من أجل الحفاظ على حقوق العاملين مقابل رسوم محددة وفق لوائح تنظيمية يقيرها مجلس المفوضين في الهيئة مضيفة أنه ستتخذ الإجراءات القانونية المعتمدة في حال مخالفة التعليمات بحث عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي مع مدير الحماية الاجتماعية سبل دعم الشرائح المجتمعية المشمولة بعناية وزارة العمل شدد الكبيسي على ضرورة تنفيذ التعهدات التي قطعها وزير العمل في تنفيذها أحمد الأسدي خلال زيارته الأخيرة إلى الأنبار داعيا إلى الإسراع في إطلاق الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية كما أكد الكبيسي أن دعم المناطق النائية لا سيما قضاء الرطبة يعد من أولويات عمل الحكومة المحلية في محافظة الأنبار جاء ذلك خلال زيارته مدير ماء الصحراء الغربية أحمد جبير صبار حيث بحث الجانبان الطرق الكفيلة بإيصال الماء إلى قضاء الرطبة وشدد الكبيسي على ضرورة حل أزمة المياه وإيصالها إلى قضاء الرطبة في أقرب وقت تبرأت قبيلة عنزة من المدعو حيدر جواد الذي ينسب نفسه زورا وبهتانا لعائلة الهذال أمراء قبيلة عنزة العريقة وطالبت القبيلة في بيان لها وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدعي محذرة من أمثاله الذين يثيرون الفتنة بين أبناء الشعب العراقي مضيفة أن قبيلة عنزة تسعى إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن الفتن التي تحاول جرى العراق إلى منزلق خطير بحسب وصفها ومن دون مزيد من التفاصيل في قلب الحدين عينت الحكومة المحلية نحو ثمانية وثلاثين مستشاراً بمختلف الاختصاصات آمر أمر رأاه مواطنون وناشطون في المحافظة مبالغاً به مشيرين إلى أن المحافظة لا تحتاج إلى هذا الكم الهائل من المستشارين بقدر تقديم الخدمة التفاصيل أو فاء في التقرير الآتي محافظة صلاح الدين تعين عدداً مبالغاً به من المستشارين للمحافظ بعد أربعة أشهر من اختيار محافظ لصلاح الدين أوامر تعيين المستشارين تصل إلى قرابة ثمانية وثلاثين مستشاراً ويرى مراقبون أن المحافظة تحتاج إلى الخدمات والبناء ولا تحتاج إلى عدد كبير من المستشارين يعني إحنا 39 مستشار حسب ما وصلنا آخر تحديث إنه 39 مستشار عندنا بالمحافظة وغية المحافظة الخدمية يعني من سيء إلى أسوأ يعني إحنا بحاجة إعمار هسا أن تكون عندنا ثورة إعمار بالمجال الخدمي بالمجال الترفيهي هاي من أولويات المحافظة المفروض مراقبون أكدوا أن أغلب المناصب تعطى لإرضاء بعض الكتل والأحزاب السياسية وإن كانت الغاية خدمة المواطن فهناك سلسلة مراجع ومجلس محافظة منتخب ولا حاجة لمناصب أصح ما يطلق عليها بأنها شكلية اليوم أنت مرئيس وزراء تخلي هذا العدد لمستشارين حتى رئيس الوزراء اليوم عندها سلسلة مراجع ووزراء كل واحد يمثل وزارته وإذا كان الغاية فقط خدمة للصالح العام اليوم وكراساء وحدات إدارية ومجلس محافظة منتخب من قبل الشعب كل واحد يمثل القضاء ويمثل المدينة فقط هي الرسالة الواضحة وماكو غيرها أنه هي رضاء الكتل السياسية والأحزاب إعادة إعمار المحافظة وكشف ملفات الفساد لسنوات مضت أو لا من إعطاء مناصب لا تسمن ولا تغني من جوع من صلاح الدين براكنعان قناة الفلوجة ما مرت به مدن الأنبار خلال السنوات الأخيرة ولد كثيرا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الشاب أحمد صبري واحد من ألاف تحدوا إعاقتهم ومثلوا المدينة خير تمثيل في بطولة خاصة لرياضة المعاقين أحمد ناجي مراسلنا والمزيد من التفاصيل الإعاقة لم تقف حائلا أمام الشاب أحمد صبري ومجموعة من زملائه الذين فقدوا طرفا أو عضوا من أجسادهم خلال الحرب التي مرت على الفلوجة في هذا المكان تحديدا نحو مئتي شاب من ذوي الإعاقة يمثلون محافظة الأنبار في رياضة خاصة للمعاقين وأحرزوا العديد من البطولات الدولية بجهود ذاتية الحمد لله ما توقفت الحياة وهذا أمر الله والحمد لله وشكر هاي شوفت أنا كنت تشوف كل أصحاب اللي إيدة واللي رجلة واللي عيونة واللي فمارسين حياتنا والحمد لله وشكر رياضتنا خاصة يعني ما عدنا غير هاي الرياضة ما نقدر غير هاي الرياضة إنه أنا لعب دراجات وتيك واندو أشاركت ببغداد أكثر من بطولة والحمد لله وشكر يعني مثل ما يقول هذا متنفسنا الوحيد وهاي لعبتنا الوحيدة اللي نسوي بها مثل ما يقول شغلة بسيطة إنه نرفع اسم محافظة محافظة الفلوجة والأنبار عامة ونطلب من حضرات المحافظة ومنغراتكم وصل صوتنا وكبعض الاحتياجات ما جاي تلبعنا كنتدرب بالنادي أو احتياجات خاصة مثلا غياب الدعم الحكومي عن هذه الشريحة يفاقم معاناتهم ويحد من إبداعهم لا سيما أن كثيرا منهم بلا مورد شهري يعينهم على مشقة الحياة وسط دعوات لتوفير الاحتياجات الأساسية لهذه المواهب الأنبارية نحن عندنا أن النادي يضم عدد كبير من الرياضين ذوي العاقل عددهم يجاوز تقريبا بالـ 200-250 لاعب أغلبيتهم يعني هم مارسون رياضة ويشاركون بالتدريبات الداخلية ولكن الأمور المادية صعبة أنه نقدر نشارك ونكون فريق أنه يشارك بالبطولات اللي يقيمها اللجنة البرمبية الوطنية العراقية بسبب الوضع المادي للأسف اللي ما نلقيه لحد الآن يعني ما نلقي ذاك الدعم اللي يكفينا أي بطولة نشارك بيها تحتاج من عندنا يعني أجور نقل تحتاج من عندنا طعام تحتاج من عندنا مبيت بالفنادق وشهدت الأنبار في الأواني الأخير زيادة ملحوظة في أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة فيما تتعالى الدعوات لأن تتوجه عن ظار المسؤولين صوب هذه الشرائح المهمشة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة ختام هذه النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها ميقاتي ووزراءه في بغداد المباحثات مع السوداني تجاوزت صراع المنطقة والنفط بيروت تريد مدن صناعية بعد عشرين عاما العراق يعود ممرا للكهرباء من الخليج إلى أوروبا بالربط مع تركيا بأرقام قياسية السنابل الذهبية تملأ صوامع البلاد وتزيد والتجارة تدرس تصدير الفائض إلى الجيراء ضحايا تشرين فوق ما أعلنته السلطات المرصد العراقي يقدم بنكا للحقائق بالأرقام ويوثق شهاداتا خاصة 43 مليار دينار غرامات بنوك وصيرفات والمحرومون من الدولار ينتظرون حلول المركز والمزيد من التفاصيل حول هذه الأخبار وغيرها تجدونها على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بعافية إلى اللقاء اشتركوا في القناة